السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله انا في الملسطة زنتي لعليها حق شهر ايه كي بس تغسل وش تدير لدول كبير ولدول صغير ولا غد تدوش بالماء وما تدير لدول لدول زعملت والضلوان وخاخو يا بي اني له البنت اللي عندها حق شهر هذا شيء كتبه الله تعالى على بنتي حوى هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لام سلمة من لجا حق شهر قال هذا شيء كتبه الله على بنتي حوى ولماذا الله كتب على النساء هذا حق شهر كتبها لهم لان في وحد المعنى لان المرأة يقع لها تنظيف الرحيم هذا الرحيم يكون دائما مستعد للحمل فربوك عز وجل دائما كينضفو وكده اللي دو حد نتوياج ودك الدم اللي هو خيب اللي هو فاسد كيخرج من المرأة وكيبقى دك الراحيم نقي طاهر باش يستقبل للجنين وهكذا كتبقى المرأة كتدير الحيد حتى كيوقع عندها الفترة دي النهاية لإبادة لان ممكنش تعود تولد لكبرت في السن ما بقاش عند الخاطر باش تحمل باش تربي باش تسهر ليالي باش تردع ما بقات عندها قوة كبرت فكيقول الله تعالى بارك عليك خلي غير اللي هي بقى في مقتب العمر يكون عند وقتها هكذا خلق الله الوجود فالغسل من دم الحيد بحل الغسل دي الجنابع او الغسل دي الاحتلام الشاب الرجل اعطى الله الاحتلام احتوا عنده الماء كيجي تفكور كيجي احلام معينة كيخرج منه الماء باش كيستأد ايضا باش يقدر يكون الحمل وتكون له الى دولة انجاب الرجل عنده الشاب عنده الاحتلام الرجل عنده الجماع المرأة عنده دم الحيد هذه كلها اسباب كل ما خرج من ذلك لابد الانسان انه قبل ان يصلي او يباشر القرآن الكريم لابد له من الغسل واذا ارد الصلاة اذا قمت بالصلاة فاغسلوا واذا كنتوا جنبا فاتطهروا فالغسل كيف يكون يكون اولا ان الانسان يدخل اعزكم الله الى دورة المياه ويتنظف الاسلام دين النظافة الاسلام متميز عن باقي جميع الاخرين بالنظافة ران نظافها شعجة كبيرة ران الاخرين ما كنت نظفوش للأسف ما حتى دور المياه ديالهم غير مصممة على انه يغتسل فيها لابد الانسان يغتسل في دورة المياه ويتنظف ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة الغسل كيف يبدأ بهكذا يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه يصلي وكي يستثني قدميه ثم كيف يبدأ الاغتسال يفرغ عنه الماء من الاعلى الى الاسفل ومن اليمين الى الشمال كيف يبدأ برأسه يخلل شعر رأسه المرأة عند الضفائر كتحل الضفائر وتخللها ثم يصب على على جسمه الماء كي يبدأ بالشق الايمان هو اللول مع الدلك والفور ثم الشق الايصر مع الدلك والفور ولما ينتهي من جميع الاماكين ما ينساش للأيبط ديالو وينسا للسرة ديالو وغيرها بالاضافير وبالاصابع كي يغسل بالماء النقي لانك تكون تمام مكان ورودنيه كي يكون تمام مكان دي الاوساخ او النجاسات كي يغسل مزيلا الانسان كي تنظف وكيستعمل مموض متحرة صابون وشامبوان وغيره باش يكون نظيف في ريح طيبة ثم لما يفرغوا من ذلك كي يغسل القدمين ديولو اللي بقي ما يغسلهمش في الوضوء في اللول كي باليومنا ثم اليوسرى ثم يفرغوا عليه ذنوبا من الماء كما كان يفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يفرغوا حتى تستلدر الماء له كي يكون ديك ساعة سنة الغسل هدا هو الطريقة دي للغسل سواء المرأة اللي عنده الحيد سواء الشاب اللي عنده الاحتلام سواء الزوجين اللي عندهم جمع فهدا هو الطريقة للغسل كما قام بها النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله شكرا